السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد فيديو جديد ووصفة جديدة كنتمنى أن هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال نحن إن شاء الله سنشارك معكم هذا الصندويتش أو البوكة ديوز الشمالي لكي يجي لديد بساف ساهل طغيكي وجد وهو اللي يصلح في هذا الحرارة فأخليكم معي بشوفوا الوصفة والطريقة ديالتحضير وإلى كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم قاعد جديد وما تنسوش تشجعوني بلايكاتكم والكبارتاج للفيديو شوفوا لي الصندويتش لنا كيفاش كي يجي من الداخل ونبدو على باركة الله فتحضير الوصفة فأول حاجة عندي هنا هي معلقة ديال المعدنوس معلقة الصغيرة ديال المعدنوس لقططها كرقاق كنزيد طريس هكذا ديالتومة وكنحاول أنني نضغط مزيان على ديالتومة وعلى ديالتومة باش هكذا كينساج مولينا وكيتلقوا المدق ديالهم تقدروا أنكم مضيروا هاته الخطوة اختيارية تقدروا انكم مباشرة تقدموا على المشقينة كتزيدو معلقة ديال أخيزee في الزيت اليوم معلقة ديال دانون مسوس اذا كنت عنديكم المايونيز كتديرو المايونيز هنا شوية ديال الملحة وشوية ديال الأبزار وشوية ديال الخل وشوية ديال الزيتون وكنزيد نخفف بواحد شوية ديال الماء المايونيز يكون فيها الثومة والمعدنوس والخلط المايونيز تخلطها مع زمح كوك والشوية ديال الماء من بعد ما أخلطت المكونات ديالنا مزيان نديرهم في واحد إينا و نبدأ نصوف صندويج ديالي نشيب هاد الكوميرات أولاد الخبيزة الصغار اللي خاصة بالصندويج نحلون بهذه الطريقة و نقص ديال البابة هكذا اللي تكون الوسط ومن بعد غادي نجيب ديك اللاسوس اللي صوبنا و غادي ندهن بيها هاد الخبيزة ديالنا هاد اللاسوس بهذه الطريقة كتجي لديدة يعني كتقدروا أنكم تعودوا بيع المايونيز ما كانش نتوفر عندكم هنا يا كان زيد واحد شوية ديال الطون نحاول نقدروا بحال هكذا كان زيد شوية ديال البصلة اللي قطعتها بحال هكذا يا رقيقة زيد هنا يحب ديال بيض المسلوق اللي قطعتها بحال هكذا دوائر زيد هنا شوية ديال زيتون بالعظم اللي قطعتها هو يدواور عندي هنا يحب ديال المطيشة اللي حتى هي قطعتها بحال هكذا حيت لها الزرعة طريفة ديال المطيشة عفوا اما جي حبة كاملة ويمت قريبا نرباح حبة ديال المطيشة زيت هنا يلخص لحته هو يصلتوا بالماء مع الخل وسقطرتون بعد قطعتوا بحال هكذا طريفة صغار وهنا يا عندي شوية ديال الجزر او لخيزه اللي محكوك تهويه كنزيده كنجيبوا هكذا يشيموس وكنحاولوا اننا نضغطوا مزيان على هاد الحشوة ديالنا باش كنديروا البلاصة في نزيدوا باقي المكونات كنزيد هنا واحد شوية ديال مغيس اختياري لكم توفر عندكم كديره وهنا يا عندي بطاطا فريت اللي ديتها في الفران ندرت لها شوية ديال الزيت شوية ديال البلحة و شوية ديال الابزار ودخلتها هكذا الفران تتحمرات كنزيدها بحال هكذا وكتقدروا تزيدوا اي نوع ديال اللي صوص ليعجبكم انا هنا يزدت واحد شوية ديال الكيتشوب فكيجي واحد الصوندويتش اللي ساهل كيجي يلديد بزاف صيفي تقدروا انه وتقدم بحال هكذا وكتدو معكم في الخارجات فغادي نشارك معكم تتطريقة باش كتقدروا انه كنتشو هكذا صوندويتشات ديالكم دو معكم هكذا يلا بحار او للغابة فهم صوندويتشات لي ساهلة ولديدة بزاف وهم اللي يصلحوا في هاد الصيف فكنتمنى انا الوصفة ديالي ومتنى الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم والبرتاج للفيديو بقاليا غين نقول لكم بصحة والراحة و الى فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة